حبابي قلبي طالباتي كتير بتيجي من الناس بتقولك أنا شفت وظيفة معلنة عنها على الانترنت وبدهم إياني أبعث لهم بالإيميل السي في تبعي والموتيفيش اللاتر كفلاتر بس بعرفش إيش أكتب بالإيميل إيش هو الصح لذلك هذا الدرس أقسم بالله إنه بفلوس بعد اللايك نروح على فاصل نبدأ الدرس بالورقة والقلم تركز معي زي الأسد تحفظ هذا لأنه بفيدك في مستقبلك في شغلك في دراستك في منحتك في الدكتوراه في المجستير يلنا بالدرس من ضمن كورس الكتابة اللي بيبقاه تتفرج على باقي الفيديوهات بقائمة بقائمة بلاي لست موجودة على قناتنا مرتبة على اليوتيوب هنا راح أشرح لك اليوم كيف تبعت إيميل لشركة تقولهم أن انت بك تقدم عوظيفة كذا كذا المعلنة عنها في موقعهم بالإيميل نحن في عنا والله بدي إياك تنسى أنسى أمك أمك انساها وركز معي الآن عارف مش الفيسبوك انسى أمك قولها يا أمي تركيني عشر دقائق نركز مع حسبيتها أنه هذا أهم من كل الأكل والشرب وكل شيء لما تيج تكتب الإيميل دايماً أول خانة أنت عندك في حاجة هي تو تو هذه يعني لمين انت باعت الإيميل يعني بالعربي بدك تحط في إيميل الجهة اللي انت باعت له الإيميل أو ألف مرة إنك كاتب إيميلهم صح وإلا راح إيميلك وراح تعليك الوظيفة أو المنحة اللي بعدها تيجي الهية فروم وهالي دايماً إيميلك لحاله افتراضياً هو الجيميل بيكون حضرت لك إياه هنا بيكون مكتوب your email at gmail.com مش عارف اسمك محمد محمود أحمد سبيتا إلى آخره بعدين في عندي هان وهذه كارثة الكوارث مصيبة المصائب هذه مدراء والله شفت مدراء مدراء يا جماعة مدراء أكبر عرب وأجانب بيجيب الهلولولو في العنوان هلولولو بطيخ عملوخية على كله مع بعض شربة العنوان وفي ناس كتير تنحرم من وظيفة ويقول لك أنا السيفي تبعي قوي وقدمت على المنحة وأنا أقوى واحد في المرشحين وهمهم مدرونيش على المقابلات حتى ليش؟ لهم قرأوا العنوان تبع email أكرموه وزبالة هيك هيك لما أنا مثلا أعطيكم مثال لما كنت أعلم أنه بدي والله يبدي مصمم أو بدي شركة تملمة ويبسايت أو كذا كنت أقول بعت لي email كنت توصل على هذه كبيرة من emailات الأعداد كبيرة ما عنديش وقت أقرأها أقول لها أفتح واحد واحد وأقرأها كنت من email من بره من صندوق الوارد أتطلع أقرأ بس العنوين بس التايت لتبع email وأبدأ من بره ما أدخلش على من بره أحذف طا 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 حذف حذف delete 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 boom عزبالة ما فتحتوش ما فتحتش email بديش أعرف مين هو خبرة عنده مليون سنة دكتور جامعة باش مهندس خبير من العنوان أعلم وأحذف أعلم وأحذف واللي كاتبين العنوان صح هم اللي فتحت emailهم وشوفت اش كاتبين جوا بال email والشركات بتعمل هيك كل شركات العالم حتى الشركات اللي عندنا هنا الأوروبية والأمريكية بتعمل نفس الشيء عنوان غلط بوم عزبالة بفتحوش بفتحوش لأنه ما عندهوش وقت ها فبتحت تتعلم أنك تكتب العنوان صح هذا أكثر من 50% من كل أهمية email كيف بتكتب العنوان كيف بتكتب العنوان كيف بتكتب العنوان ما تقولش في العنوان مرحبة ولا تقول اسمك أنه اسمك موجود أصلا اسمك موجود في email أنت بدك تقول عنوان يقرم عنوان يفهم أنه أنت هذا ال email عبارة عن تقديم لوظيفة كذا كذا بوم بس هاي حنوان الموضوع أنا بدك أقوله نقدم على وظيفة مثلا مدير تواصل مدير تواصل إذن أنا ايش بد روح أقوله بد يكون عنوان تبعي واضح أنه هذا تقلب تقديم على وظيفة email تواصل مقام هكذا كذا بس فنشف من أن نقول إيش مثلا والله تايتل أو صبجك مش عاربش بكم ما كتب في الإيميل تايتل أو صبجك على حسب إيش بده أقول والله أبلايينج أبلايينج إيش يعني أبلايينج إيش يعني أبلايج أنا قاعد أقدم يتقدم تقدم أبلايينج فو يتقدم لي I apply for the position for the position أو ممكن يتقول جوب ممكن يتقول جوب زي ما بدك نقطتين تعمل هيك من هزقين إيش يعني مدير تواصل communication communication manager ممكن دائما الشركة بتحط لكل وظيفة reference reference بيكون هيك reference 782 مش عارف قديش هنا كتبنا هنا سبعة خانكتبه نفس اللي كتب في الإيميل سبعة نفترض افتراضا أه سبعة ثلاثة ثمانية ثنين أربعة بنقول بنتكمل reference سبعة ثلاثة ثمانية ثنين أربعة بوم خلص العنوان مش لازم أكتب ولا حرف غير هيك خلص أنت كتبت له في العنوان أنه هذا الإيميل تقدم لوظيفة أو لمنصب communication manager غسرا استباحة هذا بوم ولا حرف زيادة ولا حرف زيادة ولا مش عارف هيش ولا من كذا ولا اسمي كذا ولا المنصب تبعي كذا ولا 10 years of experience ولا بطيخ خضر هذا كله بطيخ في زبالة بيرموه بس هاك أنا ضمنت أنه رح يفتحوا إيميلي كمان مرة اسمح الجملة هذه وفتح عينيك هاك أنا ضمنت أنه الـ HR يفتح إيميلي ايش قلت؟ يفتح إيميلي لك يشوفه إنه إذا كتبت أي بطيخ آخر أي شوربة غير هذا رح يرملك يا عزبالة ندخل في الموضوع أنا إما بكون عارف لمين ببعث الإيميل أو مش عارف وفي غالب الحالات أنت بتكون مش عارف من الشخص يستطيع إيميليك راجل أو لا ما رأيش واسمه ما تعرفش فأنت دائما إيش بتقول؟ تبدأ بتقول Dear Dear Sir Madame فاصلة صدر جديد عزيزي Dear Sir Madame هيك سواء سيدة أو سيدة اللي بيأخذ الإيميل ما بتفرق Dear Sir Madame بدي أقوله أنا بعتلكم هذا الإيميل عشان هتقدمنا وظيفة كذا 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 وقولهم هاي المرفقات وشكرا لي شوف الناس يقولك أنا ايش أبعد في الإيميل في ناس ايش بتروح تعمل بحط هذا العنوان إذا عارف يكتب هذا العنوان طبعا وبعليم يسيب الإيميل فاضي أو بكتب كلمة و بحط اسمه و بحط و بحط و بحط و بيبعت الإيميل طبعا هو الهر لو بيفهم لو بيفهم الهر ايش بيعمل بهذا الإيميل؟ بالضبط بيحذفه على زبالة بس فيه ايش أار قلبهم حنون ورحيم وكذا بيفتح الإيميل ما أنا سخصيا مفروض شخص زي هيك ما نفتحش الإيميل تبعه نفتحش تسيبي تبعه ليش؟ إنه مهمل مش لازم نوظفه فيه ناس تستحق أكثر منه اللي أخذوا وقت و عبروا و كتبوا في الإيميل زي الخلق فإنت عشان ما تلاقيش واحد دم مدهيل زي في الإشعار يرمي إيميالك في الزبالة خد دقيقة و اكتب كلام زي الخلق شو بدي أكتب؟ بدأ نقول له Dear sir madam By this email ممكن تستعملها في كل حياتك هذه هذا كرام ما أعطيك يعرفوش مدرسي الإنجليزي هذا مشتعليم الإنجليزي أم علمك professional هنا Business English Professional Business English مدرع ما بيعرفوش مش مدرسي الإنجليزي ركز معي منقول By this email By this email يعني بهذا الإيميل Please accept Please accept my application For the job For the job أو position زي ما قلنا فوق زي ما بدك For the job communication أنا هختصرها أوكي مدرسي الإنجليزي حطيت فاصلة مدرسي سبعة، ثلاثة، ثمانية، ثنين، أربعة نقطة By this email Please تنسهاش Accept my application For this position For the position Communication Manager كذا كذا Please By this email Please accept my application For the position I am attached to you I am أو In the attachment In the attachment In the attachment فاصلة Please find Find نقطتين فوق بعض وبتقول له إيش أنت ما عمل له ما عمل له ما عمل له CV Motivation letter Motivation letter Motivation letter اللي هي التحفيز هو بطلب منك Cover letter وأي أشياء أخرى أنت مرفقها إذا جملة قلت إنتوا لو سمحة تقبل هذا The position محط شوى وقلت له In the attachment أو attached to you الاثنين صح Please find My CV My motivation letter My cover letter وأي أشياء ثانية بداك تضيف له وبعدين تحت ايش بقول له هكمل هون هكمل هون وبعدين إيش بقول له بعدين إيش بقول له خلينا أمسح حالي عشان يكون فيه عندي وسع الآن بتختم الإيميل عشان أنا بتاع HR مش فضيلي أنا بدي منذ المختصة بقول له بكمل تحت بعد ما عدد له شوال attachment Thank you Thank you for أم ممكن قبل هذه أعطيك واحدة professional أكتب ممكن أعطيك واحدة قبل ما تقول له Thank you لنقول له I am at your disposal for ing I'm at your disposal for any further details أو questions إيش يعني هذه الجملة يعني أنا تحت أمرك زي ما أحنا بنقول أنا متاح لك I am at your disposal يعني أنا تحت فضاوتك يعني تحت وقتش بتطلب for any further questions لأي أسئلة أي تفاصيل أخرى بقول Thank you سطر جديد طبعا Thank you for your considerations بحط نقطة وبنزل سطر جديد بقول إما best أو kind ما تتفلسفش وتحط أي شيء تاني ممكن تحط sincerely بس أحشن أحسن إيش تقول best regards فاصلة بتحط اسمك الكامل ورقم تليفونك السفر مش عارب كتيش رح أعيد ولخص أقول لك إيش عملت وإش اللي هم نركز معايا email الشخص اللي بتبعث له بتأكد منه مليون بالمئة إنه مظبوط هذه النقطة جدا مهمة from email بقول الجميل حطط لك إياه جاهز مفيش داعي تكتبه subject زي اسمك بدك تأكد إنه واضح مختصر direct مفيش في كلام وراغي زيادة أنا أبعت لك apply applying for or application submitting my application or applying for the position communication manager reference طبا حكذا كذا بس ولا حرف زيادة بفتح سطر جديد إذا أنا عارف مين الشخص بنادي بسم عيلته بقوله dear dear إذا مش عارف مين بقول dear sir سطر جديد تنساش الفاصلة بعد madame by this email please accept my application for the position communication manager reference كذا كذا قلت لهم هذا الإيميل لو سمحت اقبل تقدمي أو ترشحي لوظيفة communication manager في هذا ال position بعدين بقوله in the attachments please find أو بقوله please find attached to you والتنين صح وبقول شو هي الاتتاشمنت اللي أنا رفقتها بالإيميل والمفروض حضرت جرامك ما تنسهاش مش تبعت الإيميل بدون تعمل attachment بعدين بتقوله I am at your disposal I am at your disposal for any further details or questions أو ممكن أقوله please don't hesitate to contact me for any further questions نفس الجملة بس هالي بوفرشنا الأكثر بعدين بقوله thank you for your consideration شكرا لماذا تقوله thank you انك تتطلت تتكلمني وتكلمني وبكون شكل كثير إليك إذا كلمتني كلام فاضي هذا thank you for your consideration best regards بتحط اسمك ورقم تليفونك تتأكد ورقم تليفونك صح لو سمحت إذا تطبق هذا الإيميل بإمكانك تبحثه لأي وظيفة لأي منحة ممكن ممكن أزود كلام ممكن أزود كلام بس إذا الوظيفة لشركة كبيرة بجيهم طلبات كتير ما عندهم مش وقت يقرأوا كرامة كتر من هيك مختصر واضح حطيت الاتتاشمنت وخلص الإيميل هيك اكتب إيميل professional تذرونا في كورس جديد رح تبدأوا اسمه business English محدش بعملوا إلى الأجانب وحتى الأجانب يعني من أعلم فيهم كيف يكتبوا صح رح يعلمك كل الإنجليزية بتاعت البزنس يعني الإنجليزي اللي نستعمله في البزنس يعني بمعنى آخر كيف أحكي إنجليزي شو الإنجليزي اللي بستعمله لما أشتغل مع ناس بيحكوا إنجليزي انتظرونا أعطينا تعليقك ولايك الفيديو تحياتي كيف tendedت niجنيزي تحيكوا ، لنخلص